سلمت قلبي يا ربي لتعسله رفعته لك من خوفي فأنت لو تعبت مني فكم أسرفت أطعبه وعدت نحوك السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب مستمرين معكم في تغطية الأحداث الهمة على مدار اليوم ودائما نؤكد من منظور أحاديث آخر الزمان إيه اللي بيحصل في السعودية وفي السودان والكارثة القبرى لقطر قبل بداية المونديال والشكوك الكبيرة اللي بتدور حول إقامة المونديال تعالوا النهاردة في هذه الحلقة نستعرض هذه الأحداث ونشوف إيه مدى تأثيرها وارتبطها على القادم اللي احنا بنقول الأرض بتمهد لأحداث كبيرة جدا الموضوع مش موضوع بطولة قرة قدم لا الموضوع له أبعاد أخرى أحداث كبيرة جدا من آثار هذه الأحداث اللي ممكن نشوفه خطر يهدد إقامة المونديال طبعا في البداية احنا بننقل لكم أخبار وملناش يعني اهتمام إن يقام كاس العالم أو لا يقام احنا بنديك الأبعاد والآثار الأخطر والأبعاد من الموضوع بتاع مونديال كرة قدم العاصمة باريس بتقود حملة كبيرة جدا لمقاطعة المونديال بس المقاطعة هنا المقصودة المقاطعة الإعلامية لأن في ناس فهمة أن فرنسا مش هتشارك في البطولة الضغط الأكبر المقاطعة الإعلامية العاصمة باريس تنضم الأربع مدن فرنسية كبرى في مقاطعة كأس العالم في قطر سلاس مدن فرنسية تمنع بس المونديال على شاشات عملاقة كل الكلام ده ضغط على قطر علشان خاطر تمرير قرارات تتعلق بالكرسة اللي هقولكم عليها دلوقتي بس بعد ثواني في قطر في ضغط كبير جدا زي ما بقولكم علشان خاطر الخبر الكارسي اللي أقوله لكم قطر بتوافق على دخول الخمور والشواز أثناء كأس العالم طبعا دي مصيبة كبيرة جدا جدا يعني إحنا بدأنا نشوف الآثار المترطبة كل ده ضغط عرفتوا فرنسا لأن فرنسا من أكبر دول العالم اللي بترعى الشوزوز واللواط والمثلية وكل المصايب والبلاو دي فرنسا من أكبر الدول فالذلك في ضغط وردخت فعلا قطر وهتدخل الخمور وهتدخل الشواز والمثليين وسبحان الله ونخشى من عقاب الله على هذه الدولة المسلمة وما ننساش الرؤية اللي شافها اللاعب الكويتي جاسم اللي قال إن كأس العالم لن يقام وقال إن في حدث جولوجي هيمنع كأس العالم وما ننساش تهديدات بوتين اللي أقسم وقال إن لن يقام كأس العالم وبيهدد بوضوح كل الأمور دي بتجعل احتمالات إقامة كأس العالم في خطر طبعا إحنا لا نعلم هل سيقام أم لا لأن ذلك في علم الغيب ونحن لا نعلم الغيب يعني في ناس للأسف بتاخد خادث رؤية اللاعب الكويتي اللي قال لن تقام كأنها قرآن وناس شافت رؤية اللي هي لن تقام والرؤية لا يقام عليها حكم شرعي يعني في الواقع يبنى عليه يعني ما ينفعش واحد يقول لك أنا شفت رؤية اللي هي لن تقام إذن لن تقام كلام ده مش مزبوط على يعني لو تسألوني عن وجهة نظري في موضوع منديال قطر ده أرى إن الناس الشعب القطري والمسؤولين في قطر بيعتبروا إقامة البطولة دي حياءة وموت ومش عارف إيه السبب وإيه اللي هيضيف ليهم كدولة في هذا الأمر لأن من الناحية الاقتصادية لازم تعرف إن تم إهضار مال عام كبير جدا جدا 220 مليار دولار تخيل 220 والمسلمين في حالة من الجوع والمسلمين في حالة من الفقر عرفت ليه إن الأرض ملئت ظلما وجورا الكلام ده بغض النظر عن ميولك إن انت بتحب تتفرج على قرة القدم أم لا ده مش موضوعنا إحنا بنتكلم عن الإنفاق يعني إما تيجي كما تظهر أمامنا الإحصائية دي على الشاشة إن رقم فلكي رقم قياسي لم يسبق أحد من الدول يعني آخر كاس عالم زي ما الإحصائية بتظهر روسيا أنفاق 11 مليار لكن إن قطر تصرف 220 مليار ودي الأرقام الرسمية فما بالك بالأرقام غير الرسمية فإنفاق هذا المال ده إحنا بنعتبره من باب السفه وبنعتبره من باب إنفاق المال في غير موضعه ونخشه من عقاب الله ليه إنفاق مال بغيره بغيره يعني وجه حق وإدخال الشزوز والمثليين علشان يشجعه وإدخال الخمور كل الأمور دي تجلب سخط الله ونخشه أن يكون عقاب دولة مسلمة على يد يعني أسباب أرضية زي مثلا روسيا اللي بتهدد إن هي تضرب قطر واتهد المنديال وتبوز هذه المناسبة طبعا عدم إقامة كاس العالم أو إلغاءه لو اشتعلت حرب عالمية كبرى ما بين الدول ده بيديك مؤشر وبيلفت نظر العالم كله إن إحنا في أحداث غير اعتيادية وهيخليك تقرب أكتر من فكرة علامات آخر الزمان واقتراب ظهور الإمام المهدي واقتراب الملاحم التي تسبق ظهور الإمام المهدي عرفت إلي إحنا مهتمين بالموضوع ده إحنا مش مهتمين به من ناحية قرة قدم إحنا مهتمين به من ناحية أنه هيبقى حدث لو تلغى هيبقى حدث استثنائي هيلفت نظر العالم كله إن فيه أمور غير طبيعية وفيه أمور غير اعتيادية وإحنا شايفين إن آخر أربع سنين إن فيه محاولات من المنظمة اللي بتحكم العالم إن هي تلفت نظر الشعوب إن فيه أحداث غير اعتيادية إصطناعة أحداث غير اعتيادية كل دي تمهيدات الفيروسية كان لجلب ولفت نظر الناس إن فيه أحداث غير اعتيادية وأول ما يعني فشلت هذه المحاولات وانا شرحت ليه لإن الآيات أو الجنود الربانية تدخلوا في الوقت المناسب وإلا كانت هتحدث كارثة وارجعوا للحلقات السابقة اللي أنا تكلمت فيها فلما فشلت هذه المحاولات بدأ السيناريو البديل الحرب العالمية الثالثة بين قوسين النووية ووجهة نظري أرى إن المنظمة اللي بتحكم العالم لو هتحط سيناريو قريب هيبقى للأسف أحداث أثناء كاس العالم مش هقول قبل يعني أنا بقول لو في حاجة حصلت والله أعلم وده علم للغيب وأنا لا أتنبأ يعني لو في أحداث حصلت هتبقى هذه الأحداث أثناء كاس العالم مش هتبقى قبل كاس العالم زي ما ناس كتير متوقعين أنها لا ده كل ممكن يبدأوا ويشتغلوا ويحصل حاجة في وسط هذه البطولة وأنا لا أتنبأ وبقول يعني العلم لله وهذه رؤيتي يعني ودايما بنقول العلم عند الله سبحانه وتعالى وحده بارك الله فيكم أيها الأحباب انتظرونا بإذن الله بعد قليل حلقة همة جدا شخصية من شخصيات آخر الزمن يوشك انتظر انتظرونا بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته